أكد سماحة مفتعة من المملكة الشيخ عبد العزيز للشيخ أن الشعب بايع الملك سلمان بيعة شرعية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بيعتنا لإمامنا سلمان بن عبد العزيز ذلك الإنسان الذي عرفه الناس بصدقه وإخلاصه وقدرتي وقوتي والعمل وتجاربه السياسية هذا الرجل العاشر في آخر حيات أبي عبد العزيز ثم مع إخوانه الملوك سعود وفيصل وخارد وعبد الله وفاد عاش معهم وارتوى من أفكارهم وكان له لمساتهم في سياسة الدولة من سن طويلة وينسشاروا في أمور الدولة ويأخذوا برأيه في ذلك لأنه غيرت على الأمن والاستقرار غيرت على بلاد وغيرت على دينها فوفقه المعروف بجدارتي وقدرتي على العمل بايع المسلمون بيعة صادقة خالصة بايع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حفظ دينه هذا البلد وأمنه واستقراره وسياسته فلقى أدى واجبا كبيرا وصار عند حسد النبي والله والله الفضل منه كما أوضح المفتي أن البيعة الشرعية قديمة في التاريخ الإسلامي وأن الشعب بايع الملك سلمان باعة صادقة وبالإجماع إذن فالبيعة الشرعية باعة قديمة من أول الإسلام يبايع المسلمون من يرونه أهلا لقيادتهم والدود عن حياظهم والقيام مسؤوليتهم يبايع من يعلمون أنهم ينامون وساهرون في مصالحهم يغدون ويروحون وهم اهتموا بشؤونهم بايعوا سلمان باعة صادقة خالصة بإجماع المسلمين واتفاقهم ولله الفضل منه لم يكن لأحد أي صوت خلافه بل إجماع مطبق على أن سلمان العزيز هو أحق الناس بهذا الأمر أرجو الله أن أتبقوا سداد